مرحبا موليس مرحبا ماجد مرحبا شانطال أخبار 2013 و13 ممكن يكونوا أفضل من أخبار 2012 2012 يعني طبعا الأزمات اللي بدأت في 2012 واللي بدأت من 2008 مع الأزمة الكبرى ما دلنا عم نتحمل دعيتها حتى اليوم الوضع المصري المتهيو والاقتصاد طبعا بانتظار الإفراج عن القرض الدولي لمصر أيضا عنا تهديد أمريكاني للمصارف الروسية المتعاملة مع مؤسسات مالية سورية وغيرها بالأخبار شكرا والبداية اللبنانية توقعت مصادر مطالعة بالقطاع النفط للأم تيفي أن تستمر أسعار المحروقات هالأسبوع بالارتفاع حيث متوقع أن يرتفع صباح بكرة الأربعة سعر صفحة البنزين 300 ليرة وسعر صفحة المزود 100 ليرة أيضا لبنانيا بيقوم الرئيس القبرسي ديمتري وسيخري سوفياس بزيارة رسمية للبنان الخميس لإجراء محادثات مع نظيره اللبناني الرئيس ميشيل سليمين لمناقشة إمكانية التعاون بالتنقيب عن النفط والغاز بمياه المتوسط وبإشارة قبرس بعملياتها للبحث عن الطاقة اللي أنا بتسعى للتوصل اتفاقيات ترسيم للمناطق البحرية الاقتصادية الحصرية مع الدول المجاورة إلى إشارة لأنه شركة نوبل أنرجي الأمريكية كانت أعلنت أنها اكتشفت حقل بالمياه القبرسية بمخزون 226.5 مليار متر مكعب أي بقيمة 100 مليار يورو إلى الملف السوري حيتحذر مسؤول كبير بوزارة الخزين الأمريكية البنوك الروسية الكبرى من التعامل مع مؤسستين ميريتين سوريتين مدرجتين على القائم السوداء الأمريكية وهي المركز السوري والمصرف التجاري المملك للدولي وحذر هالمسؤول اللي اشترط عدم الكشف عن اسمه من البنوك الأمريكية وغير من البنوك حول العالم ممكن تتوقف وتوقف التعامل مع المصارف الروسية بحال تعاملت هالأخيرة مع المصارف السورية وكان التقارير الإعلامية نقلت عن محافظة المركزي السوري أديب ميالا قوله أنه على القطاعين العام والخاص بسوريا التطلع للبنوك الروسية لأتمام أعمالهم الأجنبية إلى مصر حيث أعلن وزير السيحة هشام زعزوع أنه 10 مليون و 500 ألف سيح زاروا مصر خلال أول 11 شهر من 2012 وأتأكد أنه إرادية القطاع السيحي بلغت 9 مليار دولار خلال هالفترة والتذكير كان بلغ عدد السويح اللي زاروا مصر بال2010 حدود الـ 14 مليون مزائر ووسط إرادية الدولة منها الحركة السيحية بوقتها لـ 15 مليار دولار أيضا مصريا أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيرسل وفد خلال الأسابيع القليلة المقبلة للقاهرة ورح بكون مكلف باستقناف المفاوضات مع السلطات المصرية بهدف منح قرد بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر لدعم اقتصاد المتداعي وكان التقى وفد من الصندوق مع رئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنضيل ووزير المالية الجديدة المرسي السيد حجازي وبحث معه إمكانية إنجاز اتفاقها القرد اللي كان تم التوافق عليه مبدئيا بالخريف الفائد ومن جهة أعرب رئيس مرسي عن ثقته بقدرة بلاده على تجاوز الأزمة الاقتصادية اللي بتمر فيها واتكشف الرئيس أن حجم الدين العام المصري بلغ 87% من نتج المحلي عربيا أعلنت شركة التطوير والاستثمار السياحي التابعة لحكومة إمارة أبوظبي اختيار كونسورتيوم بتقوده شركة أربتاك للمقاولات لبناء مطحف اللوفر أبوظبي على الجزيرة جزيرة السعديات قبل الشواطئ العاصمة الإماراتية ضمن عقد بيمة 654 مليون دولار والشركة اللي بتطوير جزيرة السعديات لسيما هي أربتاك طبعا ولسيما المتحف الثلاثة الموجودة عليها وهي اللوفر وجوجانجهم ومتحف الشيخ زيدة الوطني وكانت ذكرت الشركة أن أعمال البناء ستبدأ فورا على أن يتم إنجاز المتحف لصممها المأمير الفرنسي الشهير جون وفيل بال2015 أفدت أقام نشرتها الجهات الأوروبية المتخصصة بالأحصاء يوروستات أن معدل البطالة بمنطقة اليورو بلغ 11.8% من السكان العاملين بتشرين الثاني 2012 مقابل 11.7% بتشرين الأول من العام الماضي ومن جه أخرى كشفت بيانات عن بقاء معدلات البطالة بإيطاليا تانية أكبر اقتصادات اليورو عن مستوى قيس مرتفع بتشرين الثاني 2012 قرب 11.1% أكد رئيس المفوضي الأوروبي خاصة مانويل باروسو بالبرتجال إلى أنه التهديد الذي كان يهدد وضع منطقة اليورو تم التغلب عليه بشكل عام وبحسب باروسو نقطة التحول الرئيسية أتت من قبل المركز الأوروبي عن ما كشف عن برنامج غير محدود الحجم لشراء الديون الحكومية بأيلول الماضي ومن ذلك فقد حذر ورغم ذلك فقد حذر رئيس المفوضية من صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي وأكد أيضا على أن مصدقية العملة بتعتمد على سلامة وقوة المؤسسات التي توقف ورها نبقى بالأخبار العالمية وتحديدنا إلى اليابان حيث كشف وزير المالية تارو أسو أنه البلاد رح تستخدم جزء من احتياط النقد بالعملات الأجنبية لشراء السندات بتصدر قليل الاستقرار الأوروبية طبعا المعروفة بإي أسام بالوقت رح يتم تحديد الكميلة رح تقوم بشراءة بناء على شروط البيع فضلا عن الفائدة الممنوحة على هالسندات ومن جهة أخرى بتسعى الحكومة اليابانية للإعلان يوم الجمعة ويزيد قيمتها عن 228.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة حيث وفق بنك أوف أمريكا أكبر بنوك البلاد على دفع 11.6 مليار دولار لشركة الرهن العقاري فانيمي لتسوية اتهامات تتعلق بقروض عقارية عالة المخاطر أصدرتها الشركة تاب على البنك خلال الأزمة العقارية عام 2008 ورح يحل وهل مع اتفاق أن يزيع مع فانيمي ويزيل عائق كبير أمام إعادة تأهيل بانك أوف أمريكا بعد ما كان البنك أمبي تسوية خالة طبعا تسوية مع فريدي ماك عملاق الرهن العقاري التاني المملوك للحكومة وذلك بالعام 2011 منعود لليابان حيث أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية أنه حريق اندلع بيحتى طائراتها من طراز بوينج 787 دريم لاينر بعد هبوطها بباستن بالولايات المتحدة خلال رحلة قادمة من توكيو يوم الثانين لا تكون من أحدث الانتكاسيات اللي بتوجهها الشركة الأمريكية المصنية على الطائرة بعد العديد من المشاكل الفنية الخاصة بها الطراز ومن المعلوم أنه دريم لاينر 787 تعد أحدث الطائرات اللي صنعتها بوينج مؤخرا لكن سلسلة من المشاكل الفنية المتتالية بدأت تهز صورتها حول العالم من الأخبار إلى جولة البورسات بيطبعا بوست بيروت اليوم اللي استقرت بشكل عام بظلت بيهم بعده أسهم سوليدار أ وبي طبعا بيناتهم أسهم سوليدار أ وبي أنه الجلسة دون مستوية 13 دولار الآن الأخضر سيطر على الأسوية الخارجية اليوم بضبي المؤشر عند أعلى مستويته من أدار 2012 والدعم الأبرز اليوم من قطاع البنوك وأيضا من قطاع العقار تحديدا من أسهم أعمار ديار وأربتك طبعا سهم أربتك إن ارتفع بعد الإعلان عن فوزة بملف أعمار وبناء المتحف اللوفر بأبو ضبي يشارل أنه الأسوية بشكل عام بينتظر نتائج الرابع الرابع من العام 2012 إلى جولة سريعة على المؤشرات الأسيوية حيث اتراجعت الأسهم اليابانية اليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع ارتفاع أمام معظم العمليات الرئيسية بدل قلق من طباطق أرباح المصدرين إشارة لأنه سهم شارب ارتفع 4% اليوم بعدما أشارت الشركة اللي بتواجه وضع مالي الصعب أنه حققت أرباح تشغلية أفضل متوقع بالربع الرابع طبعا من العام 2012 إلى المؤشرات الأوروبية اليوم اللي شجرت بعض الاستقرار بانتظار أي تطور بملف المفاوضات باللوية المتحدة حوصق في الدين وأيضا بانتظار نتائج اجتماع المركزي الأوروبي والمركزي الإنجليزي يوم الخميس وإمكانية تعديل المركزي الأوروبي للفئدة بعض الارتفاع للذهب وكان انضم دويتشي بانك اليوم الألماني للعديد من البنوك الكبرى حول العالم بما فيها كريدي سويس باركليز HSBC وبين بي بغيبة بخفض توقعاته لأسعار الدهب خلال العامين الحالي والمقبل حيث خفض أكبر البنوك الألمانية توقعاته للمعدن الأصفر هالسنة بـ 12% تقريبا لمستويات الـ 1856 دولار للأنصة وتوقعات أيضا لـ 2014 بـ 5% لـ 1900 دولار عمل أنصة بها اللحظات عن 1656 دولار ونصف تقريبا وأعلى مستويات لها اللحظات من الجلسة والعمل سجدوا أمامنا على شاشة بارتفاع بأكتر من 0,5% النظر ارتفع بدعم المعلومات حول الإعلان عن خطة تحفيزية جديدة باليابان واستمرار أيضا التوترات بالشرق الوسط وانتظار المفاوضات بالولايات المتحدة حول صقف قدين ارتفاعات بمعدل تقريبا 0,5% بين دابوت عائل أمريكي وبرانت الأوروبي اليورو بانتظار قرار المركزي الأوروبي يوم الخميس حول الفائدة كمان كان لئا من بعض اللحظات بعض الضغوط اليورو بعد الإعلان عن تراجع طلبية المصانع الألمانية بوطيرة أعلى من المتوقع بشهر نوفمبر تشرين الثاني 2012 1,3119 يورو دولار أعلى مستويات 1,3139 هنا وصل نهاية الاقتصاد بنعود لكم متابعة نشر ياتيك العافية موريس